السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدرس السابق شرحنا ردبة المعادلة التفاضلية ودرجة المعادلة التفاضلية ثم بينا أنواع حلول المعادلات التفاضلية في هذا الدرس سنتعلم طريقة إثبات حل معادلة تفاضلية أو التحقق من حل معادلة تفاضلية أو إثبات أن حل معين يعود إلى معادلة تفاضلية معينة لإثبات أن معادلة ما هي حل معادلة تفاضلية يكفي تعويضها هي ومشتقاتها في المعادلة التفاضلية في التساوى طرفها المقصود أن طرفها المعادلة التفاضلية كما في الأمثلة العتية نبدأ بهذا المثال بين أن ويساعدنا 2x سربي وحل للمعادلة التفاضلية X مشتقة Y X مضربة في مشتقة Y تساوي 2Y نبدأ باشتقاق الحل بالنسبة لX والحل هو عبارة عن Y يساوي 2X تربية لذلك ستكون مشتقة Y تساوي 4X بعد ذلك نقوم بتعويض قيمة Y وقيمة المشتقة في المعادلة التفاضلية حيث X تبقى مثل معي Y مشتقة Y 4X التي وجدناها تساوي 2 مضربة في Y والY هي عبارة عن 2X تربية ستكون بهذا الشكل X في 4X 94X تربية 2 في 2X تربية 94X تربية إذن هذا الحل يعود للمعادلة التفاضلية المقطعة نبدأ الآن بالمثال الثاني بين أن X تربية زايد Y تربية ساوي النسي هو حل للمعادلة التفاضلية Y مضربة في مشتقة Y زايدا X تساوي من الصف نبدأ أولا باشتقاق الحل ضمنيا لأنها ليست دالة صريحة فيكون ناتج 2X زايدا 2Y في مشتقة Y ساوي 0 بقسمة الطرفين على أثنين نحصل على المعادلة التفاضلية المقطعة في السؤال إذن هذا الحل يعود إلى المعادلة التفاضلية المقطعة كما نلاحظ أن لكل مثال أو لكل سؤال طريقة معينة نستطيع بها إثبات أن هذا الحل يعود إلى المعادلة التفاضلية المقطعة نبدأ بالمثال التالي لدينا Y يساوي أن AX زايدا B مضربة في E هو حل المعادلة التفاضلية المقطعة نبدأ أولا باشتقاق الحل المعطى فنحصل على مشتقة Y تساوي أن A زايدا B ثم نشتقها مرة أخرى لتصبح مشتقة ثانية لY تساوي أن B E لأس X نقوم بتعويض قيمة المشتقة ثانية والمشتقة الأولى وقيمة Y المعطات في السؤال المعادلة للتفاضل للمعطات أيضا بالسؤال لنحصل على المقدار كما هو موضح بهذا الشكل بعد هذه الخطوة ونقوم بإدخال X على هذا الخوس ليصبح الناتج ناقصا A X ناقصا X Z 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 بعد ذلك نقوم بجمع الحدود المتشابهة واختصار حيث لدينا السالب A X مع موجب A X تصبح صفر ويبقى المقدار بهذا الشكل بعد ذلك نقوم بأخذ B S X عامل مشترك من هذين الحدين ونأخذ أيضا السالب عامل مشترك ليصبح المقدار بهذا الشكل حيث نلاحظ أن هذا الجزء هو نفسه هذا الجزء من 0 يساوي 0 إذن هذا الحل يعود إلى المعادلة التفاضلية المعطط إلى المثال الآخر بين أن Y يساوي A Y X Z Z B X X هو حل للمعادلة التفاضلية المشتقة الثانية لY ناقص Y 0 أشتق الحل مرة واحدة ثم نشتق ه مرة أخر فيكون ناتج بهذا الشكل ثم نقوم بوضع قيمة المشتقة الثانية ناقص قيمة Y المعطط في السؤال فيتساوي المقدار ويساوي 0 إذن هذا الحل يعود إلى المعادلة التفاضلية المعطط أو نكون قد حصلنا بهذا الطريق على المعادلة التفاضلية المعطط في السؤال الآن ندخل إلى موضوع استنتاج معادلة تفاضلية من حلها العام حيث يمكن أن نحصل على المعادلة التفاضلية بمعرفة حلها العام يمكن معرفة ردبة المعادلة التفاضلية يجب أن نعرف ردبة المعادلة التفاضلية من حلها العام لكي نستطيع إيجادها حيث أن الحل العام يمكن معرفة ردبة المعادلة التفاضلية من حلها العام حيث يساوي عدد الثوابت الاختيارية التي تظهر في الحل العام ويمكن استنتاج المعادلة التفاضلية من حلها العام طبعا وذلك بحذف الثوابت الاختيارية من الحل العام باستخدام خواص المشتبقات حيث المطلوب من عندنا هو مثلا في هذا المثال حذف الثابت السي لنحصل على المعادلة التفاضلية التي يمثل هذا المقدار حلها نبدأ بالمثال الأول بما أن الحل يحتوي على ثابت اختيار واحد وبذلك يمكننا أن المعادلة التفاضلية ستكون من عدبة الأولى نشتق المقدار مرة واحدة لأنه يحتوي على ثابت واحد هنا لدينا حاصل ضرب دالتين الأولى في مشتقة الثانية زينا الثاني في مشتقة الأولى ومشتقة ثابت هي صفر إذن هذه هي المعادلة المطلوبة المثال الثاني جد المعادلة التفاضلية التي حلها العام هو Y يساوي أن C يساين X أيضا لدينا ثابت واحد إذن نقوم باشتقاق المعادلة مرة واحدة قبل اشتقاق المعادلة مرة واحدة نقوم بوضع المعادلة المعطاة ونسميها المعادلة واحد ثم نقوم باشتقاقها ثم نسميها المعادلة الثاني الأولى المطلوب من عندنا هو التخلص من هذا الثابت من المعادلتين لنحصل على المعادلة التفاضلية نقوم بقسمة المعادلة الأولى على المعادلة الثانية ثم نختصر C فيصبح لدينا Y فتحة تساوي أن Y من الساين على الكوساين فنحصل على Y يساوي أن TAN X ليصبح هذا هو حل المعادلة التفاضلية المعطاة وكذلك يمكن استخدام طريقة المحددات أيضا لإيجاد المعادلة التفاضلية أو لإيجاد المعادلة التفاضلية من حلها حيث بعد كتابة المعادلة الأولى والثانية نقوم بأخذ المحدد لY وY فتحة هنا ثم ساين X وكوساين X بهذا الشكل والمحدد يجب أن يساوي الصفر لأن هذين الحدين أو هذين آتين المعادلتين مرتبطتين خطيا ويمكن يجب أن يجب أن يجب محدد مصروف 2 في 2 وذلك بخلال ضرب عناصر القطر وإيسي واضحها من حاصل ضرب عناصر القطر الثانوي أي أن Y مضربة في كوساين X ناقصاً ساين مضربة في مشتبقتها تساوي الصفر ثم بعد ذلك نقوم بقسمة طرفين على كوساين X لنحصل على أن المشتبقة Y تساوي أن Y تان X وهي المعادلة التفاضلية المطلوبة الآن إلى المثال الآخر جد المعادلة التفاضلية التي يحلها العام وي سعين A إلى أس two X زايداً بأل أس three X بما أن المعادلة تحترى على ثابتين اختراريين A و B لذلك سنقوم باشتقاق المعادلة مرتين وي فتحة ومشتقة Y تساوي أن two A إلى أس two X زايداً 3 بأل أس three X ثم بعد ذلك نقوم باشتقاقها مرة أخرى يصبح لدينا مشتقة ثانية لوي تساوي أن أقبع هي إلوس 2X زايدا 9 بلوس إلوس 3X وبيأخذ محدد المعادلات الثلاثة المعادلة الأصلية المعطاة والمشتقة الثانية واضحة داخل المحدد وهي أيضا يساوي المحدد أيضا يساوي الصفق لأنها مرتبطة خطيا الآن المطلوب من عندنا هو إيجاد المحدد لهذا في البداية لتسهيل الحل نقوم بقسمة العمود الثاني على إلوس 2X وقسمة العمود الثالث على إلوس 3X وهذه العملية لا تؤثر على المحدد لأن الناتج المحدد معطاوي يساوي الصفر في الحالة الاعتيادية عند قسمة المصفوفة على عدد مؤين أو مقدار معين يجب قسمة ناتج المحدد على نفس المقدار ولأن ناتج المحدد يساوي الصفر فلا يتأثر بقسمة أي من العمودة على أي قيمة لذلك تكون المصفوف المتبقية بهذا الشكل ويمكن إيجاد محدد المصفوف 3 في 3 بسهولة لنحصل على المعادلة التفاضلية المطلوبة الآن نتيل مجموعة من الأسئلة المحلولة أيضا جد المعادلة التفاضلية من حلها العام في كل مما يأتي بما أنه لدينا ثلاث ثوابت اختيارية فنقوم باشتقاق المعادلة ثلاث مرات وعند المشتقة الثالثة سنلاحظ اختفاء الثوابت الاختيارية إذن المشتقة الثالثة هي المعادلة التفاضلية المطلوبة إلى السؤال الثاني حيث أن Y تسعين A-2X-B-X نقوم باشتقاق المعادلة المرة واحدة ثم نقوم بإيجاد المشتقة الثانية أيضا ثم نقوم بطرح المعادلة المعطات من المشتقة الأولى لنحصل على E يسعين A-2X ونقوم أيضا بالطرح المشتقة الأولى من المشتقة الثانية لنحصل على 2 أي A-2X-B-X-B-X-B-X ثم نطرح منها هذه المعادلة أو نضغ بالمعادلة أولى في اثنين ونطرح المعادلة هذه الأولى من المعادلة الثانية أو نقوم بقسمة هذه المعادلة على هذه المعادلة أيضاً وبعد ذلك نقوم باختصار أي نحصل على المعادلة التفاضلية المطلوبة الآن نأتي إلى المثال والسؤال الثالث بما أن المعادلة تحتوي على ثابتين اختياريين لذلك سنقوم باشتقاق المعادلة مرتين فقط المشتقة الأولى وهي تساوينا 3A cos3x-3B sin3x والمشتقة الثانية تساوي السالب 9A sin3x-9B cos3x أخذ سالب 9A من المعادلة على معتين وهي المشتقة الثالثة لنحصل على المعادلة بهذا الشكل نلاحظ أن الجزء الموجود داخل الأقواس هو نفسه السؤال المعطى والذي قيمته long لذلك نقوم بتعويض قيمته long لنحصل على معادلة التفاضلية المطلوب كما نلاحظ أن لكل سؤال اسلوب وطريقة ويمكن حله أيضا بعدة طرق السؤال الرابع الان واي يساعدنا اي اكس تربية زايد ان بي اكس زايد ان سي بما أنه لدينا ثلاث ثوابت هم اي و بي و سي لذلك سنحتاج إلى إيجاد المشتقة الثالث نبدأ باشتقاقه بإيجاد المشتقة الأولى هنا نحتاج أيضا إلى التفاضل الضمني لأن الدالة غير صريحة مشتقة لان واي هي واحد على الدالة وهي واي في مشتقة الدالة وهي واي فتحة وتساوينا اثنين اي اكس زايد ان بي وبضرب الطرفين بي واي لنحصل على واي فتحة تساوينا اثنين اي اكس زايد ان بي الكل مضعوبة في واي سنقوم بإيجاد المشتقة الثانية من هذا المقدار حيث مشتقة الأولى عند اشتغار تصبح المشتقة الثانية ما تساوي هنا سنحتاج إلى حاصل ضرب دالتين مشتقة حاصل ضرب دالتين لنحصل على هذا الناتج المطلوب وكما نلاحظ فان القيمة الموجودة هنا داخل الاقواس 2 اي اكس زايد ان بي 2 اي اكس زايد ان بي هي من هنا هي قيمتها واي المشتقة واي على واي لذلك فان المشتقة الثانية تساوينا قيمة هذا القوس الذي هو مشتقة وي على وي مضغوبة في مشتقة واي ثم اثنين اي 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 وي وبحل هذه المعادلة بحل هذه المعادلة من اجل اثنين اي سنحصل على ان اثنين اي تساوينا هذا المقدار بعد ذلك نقوم بايجاد المشتقة الثالثة ونقوم بايجادها من هذا المقدار تكون المشتقة الثالثة بهذا الشكل حيث ان هذا المقدار ايضا نقوم باشتقافه كحاصل ضرب دالتين اما هذا المقدار فالجزء اثنين اي تعتبر ثابتة فقط نقوم بضرب في مشتقة واي بعد ذلك نلاحظ ان قيمة اثنين اي اكس زايد ان بي هي موجودة لدينا وهي تساوي واشتقة واي على واي وكذلك قيمة اثنين اي ايضا موجودة وهي تساوي هذا المقدار بعد تعويضها بهذا الشكل ثم ضرب الطرفين في واي تقبيع سنصل على المعادلة التفاضلية المطلوبة الآن نأتي لهذا المثال الآخر السؤال الخامس بما ان المعادلة التفاضلية تحتوي على ثلاث ثوابت اختهالية لذلك سنحتاج الى اشتقاقها ثلاث مرات بعد اشتقاق المعادلة ثلاث مرات ومع المعادلة الأصلية سنقوم بكتابته على شكل محدد مصفوفة 4 في 4 وبقسمة العمود الثاني على إيلوس إكس والعمود الثالث على إيلوس 2 إكس والعمود الثالث على إيلوس 3 إكس سنحصل على محدد بهذا الشكل ولإيجاد محدد مصفوفة 3 في 3 يمكن تحويلها إلى محددات مصفوفات 3 في 3 بهذا الشكل حيث أن مصفوفة 4 في 4 يمكن إيجاد محددها بهذه الطريقة حيث نقوم باختيار أحد الصفوف أو أحد العمدة ثم نقوم بضرب المعدار في محدد الجزء المتبقي بعد حذف الصف والعمود ونأخذ الإشارة السالبة مرة والمرة إلى إشارة الموجبة حسب دليل كل حد حيث أن الحد الأول رمزه هو أي 1 1 أي واحد واحد لذلك سالب واحد مرفوع الأس واحد زائد واحد تكون موجبة أما في الحد الثاني فدليله يكون هو أي 1 2 لذلك سيكون سالب واحد مرفوع الأس ثلاثة لذلك سيظهر السالب ثم الموجب ثم السالب بهذا الشكل الآن مطلوب أن أدنا هو إيجاد المحددات هذه أربع محددات 3 في 3 بعد إيجادها وتعويضها وهذا بعد تعويضها في المقدار أو في ناتج محدد أربع في أربع سنحصل على المعادلة التفاضلية المطلوبة وكذلك يمكن حل هذه الأسئلة بطرق أخرى مختلفة قد تكون أسهل وقد تكون أصعب وبهذا تعتمد على الشخص الذي يود حل هذه الأسئلة الآن إلى السؤال الأخير في هذا الدرس وهو هنا لدينا ثابتين اختياريين فقط لذلك سنقوم بإشتقاق المعادلة مرتين فقط بإشتقاق المعادلة المرة الأولى تكون مشتقة Y تساوي أن أي الأسئكس والمشتقة الثانية أيضا تساوي أن أي الأسئكس لذلك نلاحظ أن المشتقات متساوية بطرح المشتقة الأولى من المشتقة الثانية فإن الطرف الآخر يسير الصفر نحصل على المعادلة التفاضلية المطلوبة في الدرس القادم إن شاء الله سنقوم بمناقشة طريقة حل المعادلات التفاضلية التي تنفصل متغيراتها إن شاء الله فلا تنسوا متابعتنا والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة شكرا لكم